اهلا وسهلا كديرين لبس عليكم اش كتعودوا اموركم مزيانا مميمة ديولي اصحابتي زوينيش اش كتعودوا نعاشطين معاشطين فرحانين ويا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله فرحانين بالوليدات والوالدين ومعز عليكم يا ربي وتكونوا ان شاء الله ما نقصكم تخير والله الكل وحدة فينا ما كتتمنوا يفتح علينا وعليكم ببال الخير مهم فيديو جديد ونهار جديد او روتين جديد البنات ونبدأت معكم هنا يا من الصباح اليوم السبت الوليداتي انا ما اقرأوش نهار السبت ونبدأت معكم كما قلت لكم من الصباح احنا يا فطرنا فطرتك كوليداتي ونبدأت الحويجات البنات طويتهم البارح في الليل يبقى لي اغي هاد الغطة دينا موسيقى صبنته وكانت بقات لي واحد شوية ما ناشفش صافيو من اللي حييته البارح في الليل نشرته اغي في الباب يعني في الباب دي البيت صافيو صباحنا شفاء البنات وقلت هنا يغنطويا اما الحويجراني طويتهم البارح في الليل وخليتهم هنا في الطابلة البنات من الشهر يعني اغلبية كنت ارد هاد القادية بعد المرات ما كيكونش عندي الوقت بنهار يوفي العجق في الليلة كملك نكون كساليس وهذا كان طويتهم وكنخليهم هنا يعني حتى الصباح كيسهل عليها يعني 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 هذا كرد كل حاجة لبلاسة كتسهل عليها انني ما كيبقاشو كم كركبين وكيبقا واشا نقول لكم البنات ثلاثة الحويج اللي اه ما كتقعدوش الصابون والطويان اغسي الماء عني شا نقول لكم مرها كتحيدوا حاجة كتجي حاجة عرشي البارحة لبنة صبنت كل شي خليت الشبكة خاوية اه اه ما صبنت كيما قلت لكم كل شي خليت الشبكة خاوية وعرشي ادلعشي ادلعشي اد صباح وحق الله العظيم الاوريتكم الشبكة لبنة تخلعوا حق الله العظيم عمارات تاني تقولوا بحالم انني ما صبنت وفي الاخرسة عند الولدة ترككم عارفين يعني يعني يتبعون بلحة باردة لبسه ماريو ونضعه ماريو لبسه كثيرا في هذا البرد الحمد لله على كله يجب أن نعطيناك الصحة والقوة لنوقف مع ولداتنا يوقف اليوم إن شاء الله سوف نشارك معكم النهار اليوم اليوم كانت حاقوزة كانت صراحة البارحية تكون نهار 13 نار حاقوزة أو نار كل منطقة يسميها وليس جميع المناطق في المغرب يحتفلون بها بعض المناطق بحل وطزم ونواحي يحتفلون بها تججاج البلدي والبيض البلدي وكل شيء يتباعوا وكل كرارس يعني كل منطقة وكما قلت لكم كل منطقة كانت بعض المناطق لم يحتفلون بها نهائيا بحلحة جديدة قليل 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 من المناطق اطلق احفيت منطقة من تجزيز الابت المناطق للبارحة مع النياس منطقة تجد الممكن اجربة المرحل والباسم فيما يصبح يكون الديسير كانت داخل البيضاء و كل الافراض حملتها كان وكان وشكل يوم وكان يصبحوا في داخل الافراض يجبون بسبعة الخضاري ودائما بجاج البلدية يعني يجبون بجاج البلدي اليوم اختيتنا نضيف حقوزة ان شاء الله ومعا كده بشعر لكم كنت نضيف بجاج الرومي ولكن جيت بنت اختي وجابت لنا احد الفروج بلدي وجابت لنا ببيضات بلديين ما كتقرر هكا في العربية وشرت لنا اختي البلدي وشرت لنا اختي البيض وان شاء الله اليوم نضيف حقوزة مجموعين صراحة نقول لكم شحال هذا يعني ما تجمعنا بحلاكة وصافي جات المناسبة كما كنقوله فرصة مناسبة مواما انا رفقت صباحة لبنات فطرت وليداتي جمعتها كالدار يعني صراحة الدار عندي نقية كنت البارحة كدوز عليها وصافي كما كتعرفوا السبت والحد يعني ما كنكترش لي هكا شقاوت كما كتعرفوا كيكونوا الوليدات وهذا وصافي مواما جمعت هكا وشتبت وهذا هنا نغسل هكا المميعنات لبنات كما قلت لكم اللبنات قويلة المميعنية المميعنة وما يتقعدها وشي يا ربي يعني هكا تحييدي فاياج يجيك فاياج متعرفيش من كين وصافي مميعنات وصافي مميعنات وشتبتها وشتبتها معكم وشتبتها معكم تبارك الله عليكم ورقو لكم حادقات وعاربات بلنسبة لبنات المبتدئات و هذا نريد نشارك معكم الوصفة البسيطة انا لا نقول ان انا فنانة في الطبخ ولا نعرف ومهمت انا اختيها يعني انا اختيها شوية لقد الحال وصافي مهم نحاولوا اننا نشداد ونحاولوا اننا نبغيوها نديروا حويجات زوينة ونبغو نشاركوها معكم وصافي اما بالنسبة للرفيسة البنات ستبارك الله عليكم كلكم كتبارك الله عليكم نشارك معكم غيها كما قلت لكم طريق وصافيات شى اللي كان مهم انا اغسل هكا المميعنات البنات نحيدهم وندوز هكا ندوز على البوطة يوى باش البنات منين بغيها نشقى نوجد غذيوتي تكون على الاقل يعني تحلك تكون عندك النفس هكا ديال الطياب والله العادي منك تكون ديال البوطة مصخة والليك يكونوا هكا المميعن كركبين والله هي ما تقدر تديري شي شاقية يعني كتعجبني انا تكون كوزينة مجموعة هكا باش ندوز هكا نوجد غذيوة نكون هكا مرتاح وكتديرها بلقانة البنات يعني بلقانة يعني كدما كانت كوزينة مجموعة يعني كتجيك القابلية انك طيبة صاف هنا هكا ندوز على البوطة اه صارحة من اللي حكيت هذه المرة البنات ما بقيت حكيتها يعني ذلك الريوز ذلك البوطة كشك مشته توسخه كانت بغي نحكها البارح وما لقيت مبقوش عندي البكاربونات يعني غير الريوز اما البوطة اما البوطة كنحكها البنات يعني تخرج كتل ماء وهذه الريوزة البنات كندير لهم بيكاربونات ما بقوش عندي كندير لهم بيكاربونات كندير لهم بيكاربونات كنطلت يلقائي وقصمين بالله البنات ذلك الشيء اللي كان دير كنشاركو معكم بكل حب وحق الله العادي تنحس بكم كأنكم معي والله العادي لا ترحبتكم شهد من هيا تكونوا معي اختون جمع ونكونوا قادسين وفرحانين مع بعدي وصاف هنا ثم صبقت العجينة هي اللي باش ترتاخلي موعدت هنا فورس والفينو هو ما اللي عجينتها البنات سوف يغبم لي حميها اعجينة العادي ترجمة البنات سوف يغبتم تجد جيدة سوف يقوم به ونضيفها ونضيفها البلاستيكة لتقوم لي بعمليات الدلك سوف يغبتم سوف اضيفها البلاستيكة ونضيفها 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 الجيش مهم هنا يا البنات كي موعدت العجينة سوف نشارك معكم طريق البنات وصافة كما قلت انا دايرا دايرا كرفيصة عليش اللي لا نشارك مع البنات الطريقة ديالي وبالنسبة للأخص هكالبنات المبتدئات كي يبغوها كي يعرفوا مهم هنا يا البنات حكيت هنا واحد الفصوص ديال التومة تقريبا حكيت تقريبا شي خمسة البنات كما كتعرفوا كرفيصة تبغيها كالتومة صاف هنا حكيت التومة البنات نضيف هنا شوية القصبر والمعدنوس ومعندي البنات عندي غاكة غيم كونجلين ما عندي شاكة طريين اما لكان طرينا البنات من الاحسن غديروهم مربط من الاحسن صاف هنا يا البنات نضيف العطرية دفت هنا يا البنات كما كتشوفوا البزار مهم درت هنا بشوية بالزيدة البنات لان كما كتعرفوا يعني كتكون المرقة كتير في الفصوصة يعني ضروري خسكن نزيد شوية العطرية يعني على المقادر اللي موارفين كنديروك في المرقة مهم درت البزارس كينجبير خرقو معرقة البنات وهنا هي البنات كنضيف فراس الحانوت او كن اللي كي يسميهم هكا المساخن صاف هنا هنضيف هنا شوية الزيت يعني الزيت الرومية ونضيف الزيت البلدية لبنات ضروري كم شوية الزيت البلدية ونضيف ثاني وحتى ما يلقى دير السمنة لبنات كما تشوفه كما تشوفه لبنات صاف هنا ونشغل عليه هكا البوطة يتقلى شوية بلما قطعت هكا البصلة ونضيفها لي كما تشوفه ان شاء الله كما تشوفه صارحة صارحة كما تشوفه كانت احسن يعني كتجبارة عندي غيهة البصلة كالخدارية واخاكا عند ريوز كبار ممي يلي يدرت البنات يلي موجودة عندي كما تشوفه كما تشوفه كما تشوفه يتم تشوفه باقي وموقع وموقع وانا احتجاب وانا احتجاب وانا احتجاب وانا احتجاب حالا نقطع البصلة ونضيف هل وانا احتجاب يجبت لبنات وانا احتجاب اللي قطعت مهم هنا البصلة قد مكنتك كتير كده يصار حزوينة بزافة كفرفيزة وصفي هنا وغن خليها تقلى واحد شوية حتى تطيحك البصلة عادة البنات غن عادة غن نروي غن نضيفها كلمة مهم هنا يا البنات من بعد ما تقلت لي هكا البصلة صفي غن ديرها كالفريرجة كالسترو باشي طيب ونضيف هنا يا الماء في البنات اللي غي طيبة اللي غي طيب لي هكا في الدجاج كما تعرفوا الدجاج البلدي كايز شوية كايز شوية الطيب مش بحرومي يعني تغياء بالنسبة للعدس والفولة البنات ما غير رمي مش دابة حني يعني حتى يدخل الدجاج يدخل له الطيب عادة غن نضيفهم صفي هنا يا غن نست عليهم ونخلي ما كاي طيب ايو صفي هنا البنات العجينة ديلي صافي البنات كما كتشوفو يعني دلكات البنات عرفتش كتولي رطبا البنات العجينة وكتكون ناش حمعكم بها الطريقة وما كتاخدت منكم يعني شي مجهود يعني فمتاعي كتجمعوها ودوها 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 مزيان يعني ما تبقاش ديك دكت حين كم تكتل صافي وكتديره في البلاستيكا وصافي وكتخليه ويعني كدم معجنتوا بكري وخليتوا البنات قدم ما كتكون العجينة ناج ها صافي هنا شكلت البنات كويرات كما كتشوفو غني يعني العجينة كاملة غني ديرها ككويرات عادة البنات غني بده هكا نقرس فيها نبدن طيب وصافي موم ها نشارك معكم طريقة كالليل التطياب ديالي موم ها ناخد اول قرصة البنات موم ها نشعلت عليها البنات تسخل غنحاول اني نورقها مزيانة البنات موم ها الطريقة ديالي البنات اول حاجة اه سهلة وفي نفس الوقت يعني ما كتستهلكيش الزيت يعني ما خاطة كترشي المقلع في اللول صافي ما كتبقاش تسعمل الزيت اللف شوية في التقرس غير شوية في التقرس وصافي صافي هنا يما بعد ما كتطيب من اللي تحت كن عود نقلبها وندير فوقها كوخة اخرى كما كتشوفو يعني 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 يراها يعني الفيديو را شارح نفسه البنات موم معها كل كتب وحده وطريقتها البنات أنا بغيت نشارك معكم هكذا طريقته بل بنسبة المبتدئات ديالي البنات كي يجي المسمن يعني مرق ورقيق البنات وكي يجي طيب يعني حسن من هذا المربع اني ليس يعني كي يجي شوية من كي يجي شوية هي بحلقة يعني كي يجي شوية في الى هكذا يعني كي يجي هكذا شوية غليت حتى الحلبة البنات لا نديرها لان انا لا نعدي الحلبة بثاف سوف اضع الكركوبة ونعود نصدق عليها حتى يعود العدس والفول هنا البنات ره طاب ونبدأ نسجي كما تشاهدون يختيو التوصيل للبنات قمت بتفاح والليمون والبانان وبالنسبة للبيض اختي غيص لا نريد ان نزوق بها البنات رفيصة لان انا عفتها سوف تكون باعتوا ذلك اللي غيقدر معي اكل البيضة حقا كما قلت لكم يعني كل واحد يخصوا البيضة اختي صينة ماشي بحل يماتل العادي يختي كن تشدوا البيضة نقسموا على جوش نزوقوا بها لا يختي في حاقوزه كل واحد والبيضة ديال واختي اختي اختي يكتب قشورة يعني اللي غيقدر عليها اكله اختي ترشق لي وياكلها صحيح نسجي البنات كما تشاهدون اختي يختي معونين يختي وصفي هنا نضع كلفة رجال البنات صار حاجة واحد رفيصة من شهيدكم فيها والله العادي وكما تعرفوا رفيصة ديال الدجاج البلدية يا سلام يا سلام اللهم ادي مانعمة يا ربي وحفظها من الزوال وخيركم في محالاتكم كاملين اللي يحفظكم والله يصير امركم يا ربي وصفي هذا وفيديو اليوم والبنات كنتمنى انويني الاعجاب ديالكم وما بقى لي الا نودعكم تلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد ما تنسوش خذكم من اللي لايك ومن التعليقات زوينا المحفزة وإلى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله